اهلا بكم من جديد كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة النادي الاهلي أولى فقراتنا الحوارية النهاردة في الاهلي الليلة فقرة حوارية ممازمة ما بتكون هناك بعض الأمور سواء الإيجابية أو السلبية لما بتتكلم مع واحد من قامات النادي الاهلي ومن النجوم الكبار في النادي الاهلي واللي مر عليهم أمور كتيرة جدا مرت عليهم لحظات الانتصار فكانت الفرحة والأمل وما كانتش أبدا لحظة غرور بالانتصار في الوقت الحالي بل كانت فيه نظرة البكرة مرت عليهم لحظات الانكسار فكان عندهم أمل أن هم بناديهم الكبير كبوة وبتعدي ما فيه شك أن كرة القدم دايما بتحب المكسب بتحب البطولات ولكن العالم كله العالم كله بيمر بهذه المرحلة سواء كان في فرقة رياضية كبيرة في العب مستوى مميز في نادي كبير نهارده نشوف ريال مدريد أخباره عاملة إيه ده مش معناه أن الواحد بيقرب وبيبعد وبيتكلم وبيجيب حاجة لكن ده الطبيعي ولكن لما يكون ده الطبيعي أو مش من الطبيعي أكيد في النادي الأهلي بيبقى له وقفة أكيد النظرة على المستقبل بتختلف أكيد مصلحة النادي والقرارات المقبلة هتكون في مصلحة الفريق لكن أكيد لوحدكم هتشوفوا القرارات اللي جاية هتشوفوا التدعمات وهتشوفوا الفترة المقبلة لكن اللي شاهد على التاريخ وشايف أكيد في فترات بتيجي فترات انكسار يتولد منها الانتصار أرحب بديف يوضيفكم واحد من النجوم النادي الأهلي وبناء النادي كابتن محمد حشيش مشرفني ومنوري كابتن أكيد هبدأ معك وانا دايما يعني 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 ببدأ معك بوضوح ببدأ معك بدون ما بناء الكلام ولا بقولك هنقول ايه ومش هنقول ايه على الهواء لكن الوضع الآن في بعض الأخطاء بيتم تصلحها حب أشوف واسمع من النجمين الكبير كيف رأى الوضع الحالي في لتكرة الخدمة بس هو طبعا يعني حصلت مشكلة وحصل اخفاق في بطولتين كبار كلنا كلنا نتمنىهم وجمير النادي الأهلي طبعا كانت تتمنى بطولة افريقيا التاسعة وبعدها البطولة العربية انما أنا عايز اقول ان النادي الأهلي طبعا كبير ببطولاته بطولة افريقيا 8 مرات قبل كده غير ابطال الكؤوس عندك بطولات عربية كتيرة والمتح سهلة قوي احنا مشكلتنا والنقد البناء مطلوب طبعا طبعا احنا مشكلتنا ان احنا دايما بنبالغ في الفرح وبنبالغ في الحزن احنا عايزين نكون موضوعيين فيه أخطاء طبعا حصلت قبل ما نقول الأخطاء وقبل ما نقول اللي ممكن يتعامل لازم نسق الأول في الإدارة بتاعتنا تمام الإدارة على مستوى عالي جدا جدا على رأسها نجم مصر تاريخ كرة في مصر سواء نجم في الملاعب أو من الناحية الإدارية مع مجلس إدارة كلهم على مستوى عالي جدا تمرسوا في الإدارة في النادي الأهلي وفي مراكزهم لسنوات طويلة مش هنيجي نسمع بقى من واحد لعب كرة مثلا سنة ولا واحد مشجع ولا ولا نعمل كذا أو نعمل كذا أو نعمل كذا عمر النادي الأهلي ده الكلام اللي بخارج عن ناس اللي نجم برضو في بعض الأمر تتقال طبعا أكيد مليون في المية طبعا فاحنا عايزين نقول ان احنا أهم حاجة المرحلة الجاية عايزة أقول لجمهور النادي الأهلي الإصلاح عمره ما هيكون يجي بسكينة مرة واحدة وتخلص الموضوع في يومين ثلاثة وتغير الدنيا الإصلاح ده بيبقى على مراحل وعلى فترات وخصوصا أن أنت في وسط الموسم وفي وسط المعمعة أنت عندك بعد ثلاثة أربعة أيام فيه مطش مهم جدا فيه بطولة أنا في رأيي لا تقل عن بطولة إفريقية هي الأساس اللي بتدخلك البطولات الإفريقية والبطولات العربية يعني هي الأساس بالنسبة أبصد شامل بابك كبير باب بطولة الدولة بالضبط كده يعني لازم الأول الناس كلها تتكتف الناس كلها يعني تبطل كلام وتبطل رغي وتصمت شوية المرحلة محتاجة المساندة الفترة دي عشان تعدي أنت عندك مشكلة أن أنت دخل على طول فيه مطشات ومؤجلات وأوحش حاجة في الدنيا بالنسبة للفرقة أنها يكون عندها مؤجلات ويكون المنافس سابق لو ماتش وماتش في نوع من الضغط طبعا ضغط كبير جدا غير الضغط اللي أنت جاي منه بإخفاقك للبطولتين غير ضغط السوشيال ويبكين الكابتن صالح سليم رحمه الله كان قايل المدرجات لا تحكم استحالة منفعش وربما الآن اتغيرت المدرجات بالسوشيال ميديا وبالتالي لحكمة المدرجات ولا هتحكم السوشيال ميديا والمدرجات كانت أثناء الماتش وبس أو في تمرين أو حاجة دلوقتي لا دي في كل دقيقة أو في كل ثانية على الفيسبوك وعلى القنوات الفضائية الكتيرة والدنيا اتغيرت فأنا واثق طبعا في إدارة النادي الأهل أنها هتعالج إن شاء الله بعض الأخطاء المرحلية زي ما احنا بنقول لأنه زي ما أنا بقول تاني إنها مش هينفع إنها يعني مرة واحدة أهم حاجة إن احنا نأهل اللعيبة نفسيا أهم حاجة خلال الفترة دي أنت عندك القماشة دي اللي موجودة وعندك اللعيبة دي اللي موجودة على الأقل لغاية يناير إن انت ممكن تعمل تدعمات وتشتري بعض العناصر المميزة في يناير إنما أنت عندك شهر كامل شهر 12 ده مليان بالمبارات والأحداث بطولة أفريقيا دخلة على الأبواب كمان بطولة جديدة بطولة الدوري مهمة جدا لينا الفترة دي عندك موش خلال أربعة أيام مع فرقة قوية غيرت جلدها لسه قريب وعملة مكاسب دايما مباراة نادي المؤولين العرب مع النادي الأهلي بتبقى مباراة تنافسية ومباراة صعبة المؤولين في أفضل وفي أفضل حالاته عماد عامل حالة كويسة معهم طبعا وزي ما احنا بنقول للمكسب بيجيب مكسب أنت محتاج محتاج قوي إنك تكسب المطش الجاي مع فرقة قوية زي فرقة المؤولين العرب ترجع الثقة للعيبة ترجع الثقة للجهاز الفني اللي موجود ترجع الثقة لجماهيرك تاني تدخل في مرحلة إن شاء الله الانتصارات وزي ما بقولك الإصلاح هيجي بالتدريج إن شاء الله إصلاح هيجي بالتدريج مستر كارترون كان منذ قليل في النادي الأهلي بينهي يعني مستحقاته وجوده في النادي الأهلي احنا دايما بنتمنى له التوفيق زي ما هو صراحة تمنى للنادي الأهلي التوفيق وقال كان نفسي أعمل حاجات كتير للنادي الأهلي ولكن الظروف حتم بذلك شفت إزاي فترة مستر باتريس كارترون شايفه ظلم ولا ظلوم خاصة عندما تولى الأمور كانت الأمور صعبة جدا وكان النادي الأهلي في جرابه وكان متزايل المجموعة صعبة بالنهائي بعيدا عن الأصدار النهائي الكل يدركها ولكن شفت إزاي مستر باتريس كارترون بص ياهاب احنا مش عايزين برضو نظلم الراجل الراجل على مستوى عالي من الفنيات الراجل عامل نتائج مع فرق قبل كده كتيرة وإلا ما كانش اترشح لنادي الأهلي والنادي الأهلي فاحنا مش عايزين نغفل تاريخه كذلك برضو الراجل لما جيه يعني كانت الفرقة مش في حالتها الطبيعية وكانت خسرانة وكانت متزايلة القايمة الإفريقية وكان في مشاكل كبيرة في الفريق الراجل عامل نتائج كويسة ومشي بيها انت الغاية دلوقتي انت في بطولة الدور إن شاء الله لو ربنا كرمك وكسبت المؤجلات هتبقى انت المتصدر في بطولة الدور وصلك بطولة النهائي في الافريقي بغض النظر عن انما انت وصلت النهائي افريقيا بعد ما كنت انت متزايل القايمة فدي في حد ذاته نجحت الناس مش حاسة بيها طبعا عشان جمهور النادي الأهلي بيبصد دائما للبطولة إنما دي في حد ذاته عند كتير من الانديان في مصر أو برا مصر بيعتبر نجاح ان انت وصلت للفاينال خرجت من البطولة العربية بماتشين تعادل انت ما اتغلبتش في الماتشين يعني اكل برضو مع الفرقة وبعدين عايز اقولك ان باخطاء بسيطة حصلت الماتش الأخير سواء من الشناوي أو الفرصة اللي اهضارها وليد ازارو انت كان ممكن مستمر في البطولة العربية الغد دلوقتي وكانت الناس طب من وجهة نظرك هل لو كان النادي الأهلي تخطى مباراة الوصل وتخطى زيه توري 16 في كازايد هل برضو كان يحصل تغييرات فنية ولا كانت الأمور على الأقل في الفترة القريبة اللي احنا فيها دي لا ممكن على المدى البعيد انك كان ممكن زي طبيعة النادي الأهلي انها بتكمل لغاية المسلم ما تعملش بفترة معينة بس يمكن الادارة خادت القرار ده لأن الجمهور ما كانش حيستحمل وجود كارتيرون الفترة اللي اخيه لاني بتلطين ففترة قريبة قوي وورا بعض انت خرجت منهم بغض النظر خرجت ازاي فما كانش ممكن يعني كان التغيير مطلوب في الفترة دي يعني كان التغيير مطلوب في الفترة دي شكل محترم شكل كويس السيد خالد رندلي في الامارات بقى ابلاغ وجهة اللي وجهة كارتيرون قالك انه يتم ابلاغ وجهة اللي وجهة ده حاجة محترمة جدا طبعا وانهى كل حاجة النهاردة في النادي واعتقد ان هو كان يعني نفسيا مؤهل لحاجة زي كده لان عارف النادي الاهلي طبعا جمهوره كبير قوي ونادي بطولات واحيانا بيبقى التغيير لمجرد التغيير برضو مطلوب ان انت بتشحن اللعبة تاني بجهاز جديد بيقدر يعالج النفسية ممكن فيه ناس ما كانتش موجودة في الصورة ممكن مع تغيير المدرب تبقى عندها امل انها تبقى موجودة في الصورة تاني وتلعب وتظهر فاعتقد ان هو يعني طبعا احنا ما بنعدلش على قرارات النادي الاهلي احنا وصقين في القرارات فاعتقد ان التغيير كان مطلوب الفترة دي بس لازم ندي الراجل حق ان هو عمل مباراة كويسة وفي الفترة بتاع التدوير كان عنده اصابات وكان عنده اصابات كتير جدا وبعدين عايزين نقول حاجة ياهب برضو يعني لازم نكون برضو احنا صرحة ما ترجع النادي الاهلي من 10-15 سنة كان فيه حوالي 18-20 لعيب على مستوى عالي ما تقدرش تقول فلان احسن من فلان كان عندك دكة قوية لما كان بيغيب عن النادي الاهلي 3 و 4 و 5 لعيبة ما كنتش بتحس بيهم دلوقتي انت بقى لك فترة كبيرة معتمد على 4 و 5 لعيبة لو هنتكلم عن احمد فاتحي ومعلول واجيه وليد سليمان وازاره لما فرقة تبقى معتمدة على الخمسة دولت وكنا بصراحة عشان برضو احنا نبقى يعني صادقين ومنتكلم كلام واقعي كنت وانت قاعد الفترات اللي فاتت تحس ان المكسب بيجي برضو بصعوبة ما عندكش برضو حلاوة ده في الملعب ولكن كان المكسب بيخليك تتغاضى مؤقتا على امل ان الاداء بعد كده يتحسن ما يكون فجأة يحصل لك دروب في الخمس لعيبة دولت ويبقوا برا تيم النادي الاهلي في وجود العناصر التانية اللي موجودة في النادي الاهلي اللي هي اقل من مستوى اللعيبة اللي انا قلتهم لازم الفرقة تقع طبعا ولازم الفرقة يعني يحصل فيها تراجع يحصل فيها تراجع وخصوصا ان انت بتتكلم التراجع ده حصل ايه امتى حصل في النهائيات ما حصلش لان انت بتلاعب برضو فرق على مستوى عالي ولها تاريخ مثلا زي التراجي حاصل على بطولات فرقية كتير ونادي كبير كرة ترسية طبعا معروفة فيحصل الاخفاق ده ومع ذلك انت لما تيجي تبص للمباراة تتكلم على ثلاثة واحد هنا وثلاثة صفر هناك يعني انت بروحتش برضو ايه بعيد يعني برضو تقدر تقول عليها ظروف مطشاط مع النقص العددي الغير عادي في مباراة حساسة زي النهائي الافريقي فاحنا مش عايزين نزلم الراجل لان هو المتاح بالنسبة له يعني بمناسبة النقص العادي وبكان فيه تصرحات الدكتور خالد محمود خسرية النالان قال ان محمد هاني هيغيب عن لقاء المؤولية العرب محمد الشناوي حالس المرمى هيغيب عن لقاء المؤولية العرب وبكرة هتجرى أشعة على رجليه هيبان مدى الغيبة دي كابتن أحمد فتح لان يلحق بمباراة المؤولية العرب ففي ظروف وليد سليمان ما تدربش النهاردة وليد سليمان بكرة هتحسم هيلعب مباراة المؤولين ولا لأ فهذا هو الموقف يعني انت عمال تقل كمان لعيبة أساسية عمد شناوي راجل لعيب أساسي جون الأساسي بتاع النادي الأهلي ومنتخب مصر حيغيب قضى النظر عن الأخطاء محدش يعني معصوم من القطر كابتن شريف إكرامي وفي كابتن عالي لطفي طبعا وليس برصة ويرجع تاني وإكرامي ياما طبعا يعني شيف ياما شال النادي الأهلي وطبعا وصل النادي الأهلي لبطولات وليد سليمان من الركائز برضو ممكن احتمالي غيب أحمد فتحي غير موجود حمد هاني البديل مش موجود فانا عايز أقول ان احنا يعني نستفيد من الإخفاق اللي حصل ده في بعض بقى الحاجات اللي تتعالج لازم برضو منعيد تاني لازم يا جماعة التدعيم والتدعيم في أكتر من مركز أنا عايز برضو أتكلم في نقطة أهاب ان انت برضو خلال الفترة اللي فاتت السنين اللي فاتت سنتين ثلاثة اللي فاتوا انت عندك ناس محسوبة في القايمة عندك وشغلة مكان في القايمة وهي مش موجودة خالص يا للإصابة المتكررة يا ما بتلعبش وحتى لما بتلعب ما بتتمسكش بالفرصة دي وتثبت نفسها عشان تكمل بتلاقيه برضو مستوى متواضع وده ما عدنهوش في النادي الأهلي يعني يجب ان يتم حسم الملف الطبي لبعض اللي عادي مليون في المية لان انت القايمة صغيرة على حجم البطولات بتاعت النادي الأهلي خلال الفترة والمشاركات بتاعته فلازم فيه لعيبة على عايز اللعيب الجاهز الجاهز والمميز للنادي الأهلي والمميز النادي الأهلي لازم اللعيبة بتاعته تبقى مميزة زي ما تعودنا على التاريخ كله تاريخ النادي الأهلي قوام منتخب مصر دايما سبع تمانية أساسين في الملعب النادي الأهلي غير الناس اللي عاد برا احتياطي في المنتخب مصر فلازم اللعيبة اللي تبقى موجودة وتنزل وتلبس فنلة النادي الأهلي تبقى على مستوى عالي جدا ومستوى عالي فني والشخصية بتاعة النادي الأهلي شخصية اللاعب اللاعب النادي الأهلي الذي يتحمل الضغوط اللاعب النادي الأهلي اللي بتغلب مثلا في مباراة وكون عنده مباراة تانية حتى خارج أرضه فسط جمهور كبير لا بيتحمل الضغط ده ويكون قد المسئولية اللعيبة المصابقة كديرة ما بتتعاقد معها كابتن بتبقى شايفها بأداء كويس جدا بس ما بتديها الفرصة وبتيجي فرقة كبيرة الكلام ده مش على هذا بس ما بتقدرش تتعامل في مثل هذه الأجواء فالاختيار يجب أن يكون اختيار اللاعب اللي لليه الصفات أنه يلعب لفرقة زانية المشكلة أهاب هنا في إيه بقى في الاختيار مين اللي بيختار لازم تكون ناس على أعلى مستوى في الاختيارات وما فيش حاجة اسمها أختار لعيب لعب ماتشين تلاتة كويس فأجيبه لا لازم يكون لعب مميز ولازم يبقى فيه ميزانية موجودة أنها تقدر تجيب اللاعبة المميزة دلوقتي اللاعبة المميزة بأرقام النادي الأهلي مش أقل من أي فرقة أنها تجيب لعيبة مميزة لو عايز يحصل على بطولات وخصوصا أن أنت على مدار السنين اللي فاتهه ده ملف كبير أوه لازم نقوله أن أنت خلاص من يعني من فترة بتاعت مانويل جوزيه أنت خلاص اعتمدت على اللاعبة والانتدابات والتدعمات من الخارج سواء المحلي أو ابتدت الموضوع شوية يقل في اخطاعات الناشئين أنها تطلع ناس أنت فيه ناس كانت مميزة في اخطاع الناشئين وراحت إعارات وانت عارف برضه مش أي لعيب بيطلع إعارة ويبقى عارف أنه راجع النادي الأهلي فيه منهم اللي هو بيستسلم ودخل بالك وضع طبيعي السبب لانت اللي ما تكون بتلعب في القمة وتروح تلعب محترامي الجميع الأندية وانا جربت دي أصلي أصلك انكسار فني انكسار فني خلاص بقى أنا بلعب في الأضواء والنادي الأهلي ولعب بقى في نادي بشارك في الدوري فمنهم كتير اللي بيستسلم وما بيعملش مستوى فني طب هصد معك عجل سريع رئيس اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي الحضور اليوم 2771 عدم اكتمال النصاب القانوني وبالتبعية أحالة المزنية للجهاز المركزي للمحاسبات لمرجعتها واعتمدها النصاب القانوني 5000 تمام أكمل مع حضرتك ان طبعا لعبة النادي الأهلي تكون لعبة على المستوى الكبير ونقطع الناشئين الفترة اللي فاتت بعد منو الجزيه ما قداش لكن الفترة اللي فاتت اللجنة الفنية شفنا تبدعين قطاع الناشئين وده كان على عكس الفترة اللي فاتت بعدد كتير من اللعبين بس دولها هيدوك الفترة الجاية يعني دي أهابا أنا عايزة أتكلم فيها شوية لأن ده ممكن دخل في تخصصي تفرض شوية انت الفترة اللي بحكي لك عليها انت خلاص ابتدأ دايما بتبص للعيب الجاهز للنادي الأهلي في الأندية التانية سواء المحلية أو الخارجية ده أثر على قطاع الناشئين وقلنا الاعارات اللي حصلت في بعض اللعيبة ممكن معظمهم استسلموا وما بقاش بالمستوى ما أظهرش المستوى اللعيب اللي في النادي الأهلي الشبل الصغير اللي 17 و 18 سنة ما بقاش عنده الطموح والأمل ان هو يلعب في الفرقة الكبيرة بس الموهوب حاسسكت اللعيب الموهوب عنده اللعيب المنتخبات هو صغير عنده اللعيب اللي مسمع يعني 16-17 سنة لو ما سمعش يطلع الفريق الأول بس تحقيقش يلعب في هذا الأهل طيب وعلى بال ما يطلع يبقى عنده 17 سنة بقى انت عملت معا ايه كويس مهم دي بقى مهمة ليه بقى انت خلال السنين اللي فاتت انت كل سنة بيجيب رئيس خطاع ناشئين جديد مع احترامي الكامل للجميع كل واحد بيجيب الناس بتوع اللي هو شايفهم كويسين أهل السقة أهل السقة بيشوفهم برضه هو من عين دول مستوى الفني كويس ويوسق فيه فبيجيبهم الكرة أهاب على مستوى الناشئين مش عايزة سنة ومش عايزة اتنين عايزة تثبيت أربع سنين على القل عشان تقدر تعمل خطة خطة طويلة تطلع بيها لعيبة مظبوط انما انت لما تجيب رئيس لقطاع الناشئين وبالمدربين اللي ممكن السنة اللي بعدها على بال ما يعملوا حاجة يمشوا ما ينفعش احنا لازم يبقى في نظرة تانية لقطاع الناشئين نظرة جدية لان انت عندك منجم فلوس في قطاع الناشئين وبعدين انت عندك ميزة مهمة جدا في النادي الأهلي النادي الاهلي باخد فرز اول في الاختبارات بيجي لك فرز اول ما بيلاقيش نفسه نضم النادي الاهلي بقى بروح امبي المقاولين كذا كذا بعد انما عندك الفرصة دي فازاي ان انت ترصد ميزانية قوية لقطاع الناشئين وتدي خطة لناس فهمة لمدة 3 ا4 سنين امكانيات كويسة عشان تجيب مدرب على مستوى عالي مدرب ما يبطلش النهار ده ويمسك بكرة ويدرب ناشئين تدريب الناشئين كلنا طبعا عارفين انه اصعب من تدريب الدرجة الاولى انت بتأسس وما بقاش دلوقتي تأسيس الاكثر خبرة بقى لقطاع الناشئين على فاكر وما بقاش بس ان انت بتأسس فنيا ومهارات تأسيسها والكلام بتاع زمان انت دلوقتي بتأسس ولد بشخصية وشخصية النادي الاهلي وبتأسسه صحيا كمان لان انت عارف معظم برضو البراعم والصوارين بيجوا من الاقاليم وبيجوا من هنا ومن هنا ما بيقوش برضو يعني موضوع التغزية الكلام ده كله مهم جدا عشان تقدر تاخد من اللعب انت ممكن توصل لفترة وفترات مش محتاج تجيب ناس من برا الناس اللي هي المميزة بشكل كبير قوي زي زمان ما كنا بنجيب كنا نجيب مين بقى كابتن مختار مختار من اسكو يجي النادي الاهلي عم منتخب مصر كابتن محسن صالح الناس بص الاسماء اللي انا قلتها دي دي جات من برا على الفرقة الكبيرة لعبة منتخب مصر تتعاقد مع موهبة مميزة ولو ما فيش مميزة مش هتجيب لان انت عندك عشان تجيب واحد اهاب من برا النادي سواء خارجيا او محليا لازم يكون على الاقل احسن من اللعيب اللي عندك ده على الاقل لتلات اربع مرات وإلا مالوش اي لازمة لان انت الاهم منه انك تسقي للعيب اللي عندك ده وتخليه على مستوى عالي وتخليه كويس لان الراجل ده شرب من مبادئ النادي الاهلي وتعلم في النادي الاهلي من ساعة الدرق الاولى فبيبقى برضه عنده الجانب النفسي وتحمل المسئولية والضغوط وروح المكسب والانتصار وده موجودة فيه وده اللي يمكن افتقدناها الفترة الاخرانية في الناس اللي بتيجي من برا في عهد الاحتراف اللي احنا اللي فيه الناس بتبقى ارقام وبعدين للأسف في لعيبة موجودة بتاخد ارقام كبيرة ومش فارق معا يلعب ولا ملعبش لانه عارف برضه انه لو النادي الاهلي مشاه هيروح احسن نادي تاني خارج من النادي الاهلي لكن نقطة مهمة قصة الحديث عن قطاعات الناشئين طبعا حركة عارف ان الفترة فات تم تدعيم قطاعات الناشئين سواء على المستوى القيادات الادارية او الاسماء الكبيرة اللي رجعت للقطاع تاني او التعاقد مع عدد من اللعابين المميزين صغارة سن والنداء اللي بيدي المستقبل حتى دائما الجامعير تقابلنا في الشارع ونستقولك انا عارف ان ان شاء الله المستقبل خير وتعال هل فرقة النادي الاهلي تحتاج للتعاقدات اللي زي بتقولها المواهب اللي بيجيبها علشان تكون دعم للفريق ووجودها في المنتخب في نفس الوقت ما ييجي اللعيب المتميز اللعيب اللي عنده شخصية الاهلي كنا بنتكلم في الانترو عن شخصية الاهلي هاخد منك جزئين هل غابت شخصية النادي الاهلي امام التراجي والوصل وايه التدعيمات الحرك شايفها لفرقة النادي الاهلي طبعا انا شاف ان شخصية النادي الاهلي ما كانتش موجودة في النهاية الافريقي وفي الخروج من البطولة العربية النادي الاهلي طول عمره حتى لو ناقص بعض اللعيبة بيبقى برضو عنده روح الفانيلا تحس ان انت قديت في الملعب تحس ان انت موت نفسك في الملعب اللعيبة كلها بتموت نفسها ما فيش اتنين تلاتة في الملعب والباقي متفرجين القصة دي كلها ما كانتش موجودة في النهاية الافريقي انت حسيت اللعيبة مستسلمة يمكن كانوا مسكين نفسهم شوية لغاية ما الهدف بتاع الترجي لو رجعنا للنهاية الافريقي جه وبعد كده استسلام غير عادي بدل ما تنزل انت الشوط التاني في قوة وفي صلابة عايز لان انت كان ظروف المباراة دي انك لغاية اخر دي هتخش في الجيم تاني ومع ذلك حصل استسلام غير عادي وطبعا حصل انهي اللي حصل كذلك في البطولة العربية مع الفرق انت متعادل اتنين اتنين هنا تروح هناك لانت تكسب واحد واثنين وثلاثة حتى بعد الجون انت مقدرتش تحافظ عليه غاب التركيز عن بعض اللعيبة الانفعالات اللي موجودة كانت في الملعب الظاهرة الغريبة اللي شفناها ان فيه لعيبة بتتخانم على لعيبة في الملعب ودي كوارس عمرها ما حصلت انا انا عجبتنا حاجة بتركز على النقاط يعني الجامنير بتتكلم فيها طبعا ومشاهد جديدة على فرقة النادي ما ينفعش باي حلم الاحوال ان فيه لعيب في النادي الاهلي يتخانم على لعيب في الملعب ويزعق له طبعا دي لازم لازم تخرج عن التركيز طبعا مليون في المية مش الاتنين دول هخرجوا عن التركيز بس ده بقية الفرقة الفرقة في اوقات معانا لازم تبقى عنصر واحد كان لعيب واحد اللي بلعب في الملعب بنفس الروح ونفس القوة والكلام ده قاله كابتن عماد متعب في التصرحات وانا قلتها قبلها بيوم ان الكابتن حسام عشور تعرض من حكم المباراة المغربي لإساءة بليغة جدا لإساءة بليغة جدا والفاظ وتلفز وده اللي خلى كابتن حسام وكابتن فرقة وعنده خبرات يخرج عن شعوره بص يا هاب ما ينفعش ان حسام يطلع عن الشعوره الا اذا كان فيه حاجة قوية حصلت له انا بقول لحضرتك يعني فيه حاجة اكيد قوية لان حسام طبعا مليون في الماء حكم المغربي حتى انه قال الكابتن وليد سليمان كده نصا انا مش حكم جزائري كده طيب يعني من يحسب بقى الكلام ده ده اسلوب طبعا مستويزه اكيد ده هتبقى فيها وبعدين انت يعني برضو ما هو اللعيب بشر وكابتن الفرقة ده بيبقى شايل يعني على كتافه اه لما الحكم يقولك كده انت هو حقيقة خدا فان هي الحكم ما شوفناهش لاخطاء لا قادر لكن الاسلوب ده طبعا اسلوب غير مستويق واصلا اسلوب استبزازي وخلي بالك انت برضو لازم تعذر اللعيبة في جزئية وبالذات كابتن الفرقة شايل على كتافه طبعا حمل مسئولية الخروج من البطولة التانية على التوالي اللي هو شهد انتصارات اكتر واحد شهد انتصاراتك مع النادي الاهلي هو احسام عشور فلما يحس بالاخفاق للمرة التانية وتيجي انت تستفزه برضو يعني اللعيب بشر طبعا وذكرت برضو حضرتك النقطة ان فرصة طوليد ازارو كانت نقطة تحول كانت ممكن خالص كرة الشناوي نقطة تحول وكرة وليد نقطة تحول لو القصة دي كنت انت كسبتو كسبتو كويس بذكر وليد ازارو الدكتور خالد محمود بيعلن عدم مشاركة ازارو في تدريب اليوم عنده كادمة في قش قدمه في تورم في تمليل الغد هايبان برضو ازا كان جاهز البطل وده ضغط المباريات وده ارض الواقع بقى اللي عايز اقوله لك بقى ان احنا لازم نعمل حساب القصة دي لازم يبقى عندك البديل المميز مش اللعيف في الملعب بس المميز البديل المميز على الدكة بصراحة انا الفترة الاخرانية محسش ان فيه دكة للنادي الاهلي تبقى انت يعني قاعد مريح هل لاعب مميز ولا مش مميز طبعا مميز طبعا مميز تمام انا امل ان الفترة الجاية هو بص غصبا عن الجهاز اللي موجود الحالي ده كل الناس هتلعب الفترة الجاية عندك مؤجلات عندك ضغط داخل على افريقيا لازم الناس كلها اعتارك انا جاهزة بحريزة محرك قلت انه يجمع نقاط في بطولة الدوري طبعا مهمة جدا ومتأخر عنده عدد من المباراة المؤجلة مهمة جدا وبالتالي المنافسين في الدوري سبقين بنقاط وبالتالي في نوع من الضغط وبالتالي مش هيجازف لعطاء الفرصة للكسير في ظل احتياجه لحصد نقاط انت عندك مشكلة هاب جامدة جدا انت عندك دلوقتي كل المقابلات اللي انت هتقابلها كله جاي متحفز لنادي الاهلي حاسس النادي الاهلي في فترة عدم توازن فيه تغييرات فيه 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 فكله عايز يجي يدوس فانت دي لازم تقابلها يعني انت لو على مقعد القيادة الفنية هتدي مين وتشرك مين الفترة الجاية وتغييرتك هتبقى عاملة ازاي بص انا هدي لنوعية اللعيبة الفترة الجاية برضو يمكن قلتها دي قبل متش بتاع الوصل الاماراتي ليلة المباراة قلت المباراة بتاعت بكرة مش عايزة فنيات عالية لانه كله قريب من بعضه اللي حيفرق هو الرجولة والحمس في الملعب كذلك برضو المباراة القادمة متش المقول العرب وده متش اهم جدا 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 بالنسبة للنادي الاهلي في مرحلة بالزبط في مرحلة انتقالية ويديك دافع للمباراة اللي على طول كل تلت اتيام متش فعايزة روح عالية جدا جدا احساس من اللاعبة بقى لازم اللاعبة برضو يبقى يعني فيه نحررة عندهم ان انت فاقد شخصية الاهلي ترجع له شخصيت شخصية النادي الاهلي بقى ان انت تقاتل وتكافح حتى لو انت اقلف امكانيات حتى لو انت مجهد ازاي روحك تدوس على الاجهاد والتعب ده ان انت تقاوم عشان حاجة اسمع النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي يعني جمهور النадيع الأهلي أكيد اللعيبة كلها حاسة بيه وحاسة بالزعل والتعب اللي هو موجود عليه فلازم على الأقل أبسط حاجة أن انت تدخله في كادر بقى الانتصارات تاني والمكاسب يعني أنت كده اخترت اللعيب شايف أنت شكل اللعيب اللي هتختاره والعيب نفسي اللعيب اللي قادر فترة دي بوقف على رجليه اللعيب اللي عنده قوة اللي قادر يتحمل المسئولية اللي قادر يتحمل المسئولية ومسئولية الفنين الحمراء الفترة اللي جاية بص كله دلوقتي بقى شبه بعض المستوى تكاد تكون يعني قريبة عايز اقولك ان فيه ثلاثة اربعة هما المميزين بس فانعايز اقول الباقي كله في مستوى واحد فلان يلعب التاني يلعب كله واحد اللي حيفرق الجاهز بدنيا اللي عنده روحه القتال انه هو فعلا يعني يدوس على حاجات كتيرة يدوس على احزان على احزان الفريق يدوس على المشاكل المجودة يتحمل الضغط العصبي اللي موجود من الجمهور خلال الفترة الجاية لان برضو جمهور النادي الاهلي ما بيتحملش ان هو يفضل يبقى فيه اخفاقات بغض النظر بقى بص لو عدت تحكي لهم على اسباب كتير جدا النادي الاهلي يا جماعة لا دايما في الصدارة ودايما لازم يكسب فانت تختار اللعيبة في الفترة اللي جاية اللي عندهم روح عالية وحماس كبير قوي القرارات والالتزام في النادي الاهلي ما يتغيرش وعاجل الكابتن سيد عبدالحفيز بيعلم عقوبة مغلزة على كابتن حسام عشور ايا كانت الاسباب والدوافع لكن الخروج عن النص في الملعب يعني ملوش غير قرار فقرار بتقليز العقوبة على كابتن حسام عشور كذلك الكابتن مؤمن زكريا غياب النهاردة واعتذر عن المران النهاردة فبالتالي برضو عقوبة على الكابتن مؤمن بص عايز اقولك سيد سيد من يعني من يعني ربا ضرت النفعة زي ما بقوله رجوع سيد عبدالحفيز لجوة النادي الاهلي طبعا احنا مفتقدينه طبعا في الستودو التحليلي بس هو الحقيقة الرجل المناسب في الفترة دي سيد صاحب شخصية صاحب خبرات كبيرة النادي الاهلي محتاج كده دلوقتي مفيش دلع مش حاجة اسمها في ظل الظروف دي اعتذر عن التمرين في يوم ما ينفعش كذا سيد شايفي لكابتن مؤمن زكريا اعتذر النهاردة وبالتالي مكانش يحق لي انه اعتذر النهاردة بغض النظر عن اي ظروف كله احنا قلنا بنربي دلوقتي الظروف الفترة مش مستحملة وفترة صعبة مهمة بالنسبة لكل واحد في النادي الاهلي من من اقل لعيب عامل في قط اللبس لغاية مجلس الادارة فترة دي حرجة بالنسبة لنا وهمة جدا وتقريز عقوبة الكابتن حسام عشور طبعا وضع طبيعي لان احنا قلنا من شوية مهما كان الاستفزاز هو انا كابتن فريق كابتن فريق ما يجيش منك ده بالعكس انا لو شفت لعيب تاني بقد نظر حتى لو شايف ان الحكم بيستفزه انا اللي لازم اهدي ما بقاش انا خارج عن النص لان كابتن النادي الاهلي برضو دي حاجة قوية عايز اقول لي الفترة اللي جاية كمان ياهاب يعني الناس لازم تهدى شوية يعني زم احنا شوفنا بقولك لسه من شوية على القرار بتاع سيد عبد الحفيز قرار مهم جدا اللي ايه كمان لان سيد عبد الحفيز غير خبراته اللي موجودة مع الفرقة الكبيرة وسيطرته على اللعيبة بشخصيته القوية وفي نفس الوقت كصديق لهم هو اشتغل في قطاع الناشئين وعنده دراية كاملة ياريت يا شباب لو يبقى معنا كابتن سيد عبد الحفيز على التليفون برضو ياريت عنده دراية كبيرة بيقطاع الناشئين والفترة دي محتاجة همزة الوصل اللي بين قطاع الناشئين والفرقة الكبيرة لان انا اعتقد ان خلال الفترة اللي جاية دي وخصوصا من يعني دخول المباراة في بعضها وقربها انت هتحتاج قطاع الناشئين في الفترة اللي جاية يكون داعم للفرقة الكبيرة خلال الفترة دي فاعتقد ان السيد قريب اوي من قطاع الناشئين وهو يمكن اول حاجة انا اعرف عنه اول ما ابتدى راح لكابتن فتحي مبروك وبص على التدريبات وبقى موجود فدي حاجة كويسة اكيد كابتن حشيش بوجودك ومع النادي الاهلي وخبرات كبيرة وفترات كتيرة اكيد ليك خبرات في مثل هذه الامور واكيد بعض الاجيال في النادي الاهلي اتعرضت لعسارات ثم عادت مرة اخرى للاستقامة بشخصية النادي الاهلي هحكي لك على موقف كده طبعا احنا مرنا بيه سنة تلاتة وتمانين بعد ما خدنا اول بطولة افريقية من كتوكو طبعا البطولة اول بطولة افريقية النادي الاهلي الشهيرة قوي طبعا وكنا على مستوى عالي جدا البطولة اللي بعدها على طول حصل اخفاق في النهائي مع كتوكو برضو الدنيا ما تقلبتش لان برضو انت عارف وقتها غير زي ما احنا لسه بنتكلم السوشيال ميديا ما تقلبتش شكلية لكن اكيد اتقلب الداخلية جوه جوه طبعا بس كان نتيجتها ايه بقى اصلاحات حصلت وقرارات خدنا بعدها بطولة افريقيا ثلاث مرات متتالية بطولة أبطال الكؤوس واحتفظنا بالكاس مدى الحياة فعايز اقولك ان النادي الاهلي بيقابل عصارات كتيرة انما عشان هو النادي الاهلي وعشان الشخصيات ورموز النادي الاهلي اللي موجودة النادي الاهلي بيقوم على طول ما بيستمرش في الكابوة دي كتير النادي الاهلي طبعا نادي كبير وكبير بالكباتم بتوعه والنجوم بتوعه يقدروا ان شاء الله بإذن الله خلال الفترة الجدي يخرجوا ان شاء الله كابتن حشيش زي ما تكلمها على شخصية النادي الاهلي جمهور الاهلي شخصية طبعا النادي الاهلي بيرفع على الحلوة والمرة معاه فبالتالي الجمهور اللي دور في الفترة الجاية ودايما بيزبر وبيشوف وبيتابع الاصلاحات هعايز اقول للجمهور مش نهاية العالم النادي الاهلي بطولاته كتيرة سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي النادي الاهلي مش زي بعض الاندية التانية اللي تتمنى في يوم الايام تاخد بطولة دوري واندية برضو عريقة وبقالها يعني من القدم كتير قوي يعني سنين كتير قوي بيتمنى ان هو ياخد بطولة دوري ولا بطولة كاس النادي الاهلي عنده دولاب مليان فالظروف اللي حصلت الظروف اللي حصلت انا شايف انها ظروف ممكن تحصل لأي نادي كبير منشوف ريال مدريد خلال الموسم اللي فات الخسر كام بطولة انما ريال مدريد هيفضل هو ريال مدريد من اعظم الاندية خسر النهاردة 3 يعني يعني وارد الخسارة واردة يمكن النادي الاهلي وده برضا كابت عشان ما حتش قولك انت بتقولوا كده عشان كده لا ده طبيعي في كرة القدم سنة الحياة كمان يعني الناس الناس لازم تفهم في الاول والاخر ان الرياضة والكورة ماكسب وخسارة مافيش حد في الدنيا حييجي يكسب على طول مايتغلبش ابدا مايكسرش ابدا مش معقولة طبعا حبنا الكبير النادي الاهلي بيخلينا دائما عايزين نكسب انما احنا ما ننساش الجزئية دي وخصوصا ان البطولات دي اهاب يعني بص البطولة الافريقية السنة دي في فترة زمنية قريبة على طول انت داخل الشهر الجاي على طول فانت يعني داخل على بطولة خلاص هتنسى البطولة اللي فاتت زي ما نسيت البطولة اللي قبلها لازم تعد العدة الصح ان انت وتجاهز الفرقة وتجاهز النادي ان يحصل بقى على البطولة الفترات اللي جاي لمدة كذا سنة واربعة انما دايما المنحنة بتاع اي نادي في العالم ان انت لما بتوصل لقمة لازم بتنزل شوية او بترايح شوية وبتقوم تاني مفيش جيل بيفضل لعب مدى الحياة شفنا اجيال كتيرة في النادي الاهلي طلعت السماء وخلاص جيت اجيال تانية لازم بتكتسب خبرات لازم الدنيا بتتزبط وبعدين دي اجيال في تاريخ الكرة كده دايما اجيال مميزة واجيال اقل شوية واجيال بتيجي تكمل وظروف تقابل اجيال كويس وظروف عندك ظروف مثلا ما حصلش تدعيمات انت عندك في مصر دلوقتي هل مصر دلوقتي زي عشر سنين قبل كده ما كان النادي الاهلي بيدعم مثلا وبيلع لعيبة قول لي على في لعيبك ويسا كابتل لكن المنافسة اختلفت نفسها طبعا المنافسة في الدوري فيه اندية بتاخد لعيبة بتدفع كتير فيه اندية السنة اللي فاتوا غيروا جلد بستين لعيب فبالتالي بقى المعروض في الدوري اقل لكن الدوري فيه بس الشكل اتغير طبعا الشكل اتغير الشكل المنافسة اتغير ودخلت اندية تانية شكل تعقدات اتغير والارقام عالية جدا والظروف يعني اتغيرت فعايز اقول ان النادي الاهلي خلال الفترة الجاي بس البعض برضو اللي بيتفرج ما اعتقدش ان احنا بقول كده لان اللي مش هيدفع لا لا كل حاجة متاحة الفترة جاء عشان دايما الكلام بيتفسر بشكل تاني بمهده عشان بشكل شخصي عارف ان شاء الله فيه تدعمات وتدعمات كويسة تقدر تسند الفريق وتقويل الفريق برضو في المرحلة اللي جاية اللي انت حتلاقي فيها انت مطالب بدوري عام وبكاس مصر وبسوبر وداخل افريقيا تاني لازم تخش برضو افريقيا انت داخل برضو راجل لعب نهاية انت مش داخل زي ناس تانية بتخرج من ادوار مثلا الاولى انت داخل برضو كنت بتلعب نهاية تانية فان شاء الله باذن الله السنة الجاية تبقى يعني سنة كويسة او موسم جاي الموسم اللي هو اللي احنا فيه دوت ونكمل في بطولة افريقيا ويحصل التدعمات الكافية وتصليح المصار اللي كان موجود وانت اهاب ما ينفعش يعني ما لازم تقولك وانت مستنيين الخسارة عشان دي بتدي يصلح معه انت ما ينفعش يعني الاصلاح ده لازم بيجي لما يحصل اخفاق معين اخد منك لكلمة الكابتن الخطيب المداخل اللي عمل مع كابتن سارة الحفيز وقال له فيه حاجات ما نقدرش نعملها دلوقتي لكن لها وقتها وفيه اصلاح ما تقدرش تعمل دوقتي ان المباراة ماشية ما فيش عندك وقت لده ولا موعد لده وبالتالي فيه وقت النهاردة فيه تدعمات النهاردة فيه تغيرات في الجهاز الفني بنشكر طبعا لكابتن مصطفى كمال الرجل يعني قد في حدود ديمكنيات وقده لكن قدم اعتذار لإدارة قبلة الاعتذار كابتن طريق سليمان بيعود ورأيك وعودتك في كابتن طريق سليمان طريق طبعا مدرب كبير وابن من ابناء النادي الاهلي وراجل العاشق للنادي الاهلي بيحب النادي الاهلي قوي مدرب كويس كان له تأثيره الكبير خلال فترة اللي فاتت مع الحراس ان شاء الله بإذن الله يقدي دوره ويبقى موجود ويمشي ويجي غيره كلهم ولاد النادي الاهلي طبعا على فكرة كابتن طريق سليمان فترة اللي فاتت كان عامل عملية صليبي وهشوفها تماما طبعا وبالتالي برضو لما طرح المرة اللي فاتت كانت المشكلة في عملية صليبي وبالتالي هو جاهز عشان البعض عشان أنا برضو بتابع سوشل والكلام ده الرجل عامل صليبي هيمرن ازاي الحمد لله وبعدين منساش برضو ان طريق اتعرض عليه برضو عروض في الفترات اللي فاتت دي ويعني ما قبلش ان هو يروح او يقبل العروض دي برضو حبا في النادي الاهلي وتوجده مع النادي الاهلي لان لعبة النادي الاهلي او اللي بنتمي بالنادي الاهلي ما بقاش مرتبط بس بالنادي الاهلي هو جوى النادي طبعا هو بره برضو بيبقى مرتبط يعني فربنا طبعا يوفقه ان شاء الله الفترة اللي جاية يعني مكسب لحراس المرمى ان شاء الله بإذن الله برضو مش نهيت المطاف الدنيا بتلف وقصة بتلف يرجع يدرب ويمسك برضو في النادي الاهلي بعد كده تصريح كابتين سادعب الحفيز الوقت ان كابتين عادل مصطفى يكون موجود في الجاز الفني بداية من تدريبات الغد هاخد رأيك في دي لكن خليني اطلع فاصل معاك زي ما اتكلمنا عن حراس المرمى ودورة لتدريب حراس المرمى برعاية الاتحاد الاماراتي نشوفها ونرجع نتواصل الحاجة اللي بتساعدني ان انا مجمع العالم العربي كان فيها حوالي ستة وخمسين مدرب من العالم العربي ليبيا والبحرين والسعودية والامارات وكل دي طبعا دورة مشري في حراس عشان يبقى تغيير ان بنعد لو واحد كبير وحيمسك نادي زي نادي الاهلي عندهم داك زي مثلا في نادي ودي ديجل عندي 23 مدرب حراس المرمى سواء قطاع النشاط او قطاع الاكادمى ايه اللي عمله عشان ارفع المستوى المدربين دول والسيستم الشغل يبقى ازاي هي دي الدورة اسمها دورة مشري في حراس المرمى الحمد لله الاول مرة في مصر بنعمل دورة للمديرين الفنيين مشري في حراس المرمى ودي رائدة على مستوى الوطن العربي والحمد لله الفضل لله ومجموعة الكابتن المحاضرين معنا الكابتن فكر صالح معنا الكابتن البوسيفي من ليبيا معنا الكابتن حسن اسماعيل من الامارات فمجموعة مدربين والدكتور جمال محمد علي يعني على رأس المنظومة مع النقابة المهن الرياضية فبنحاول نعمل حاجة لها كواليتي عالي وان شاء الله الكل يستفاد وان شاء الله يكون دورات كمان مسمرة للجميع يعني انا عايزين ننتهج شيء جديد وهو ان احنا يبقى فيه مدير فني لمدرب حراس المرسى النادي من سواء الفريق الاول او قطاعات الناشين المقصود بيه اعداد المدير الفني ده من الجوانب العلمية ومن الجوانب المهنية والجوانب الأكاديمية يمكن دي بتكون تالية للدورة الاولى اللي هي كان فيها مية وتمانين مدرب من المدرب حراس المرسى لدورة العمليقة اللي نظمت برضو من سلاسة اشهر سابقا ودي فيه ضوء سلسلة من الدورات بتنظيمها نقابة المهن الرياضية مع المتخصصين سواء من الجانب الأكاديمي او القطاع الاه الدورة والله بداية حنا نسمع عن الدورة العام الماضي وتحمستني اجي لانها فايتتها كبيرة فالخير فالدورة منظمة وعلى اعلى مستوى فيها الكباتنا يعني ما قصر جدا والله هذه الدورة مميزة بالاسم مشرفي مدربين حراس المرمى يعني زي المدير الفني للحراس المرمى فدورة حديثة مسمى يفيد مستقبلا لمدربين حراس المرمى عشان يصير زيهم زي المديراء الفنيين جينا ننقل افكارنا وخبراتنا في الوطن العربي او في القارنة الفريقية كان فيه الحضور الكابتن فكري صالح يعني بصراحة الكابتن فكري صالح يعني من افضل المدربين حراس المرمى اللي موجودين ينقل في الوطن العربي او في افريقيا الكابتن حسن من دولة الامارات عبدالله محمد السيفي من ليبيا هذه خبرات تنقل للمدير الفني حراس المرمى ونشوف النتائج وهذه بدرة تزرع ونتائجها ستعم على الوطن العربي والقارنة الفريقية وان شاء الله وصلنا الامانة لأصحابها الدورة هي تكون للمشرفين حراس المرمى ما هو الجديد وكيف ادارة عمل مدير الفني من جانب الفني والاداري وان شاء الله يستفادهم فيها لأخوة المشاركين الدورة الحمد لله فيها عدد من الدولة الشقيقة ليبيا ومن سوريا ومن السعودية ومن مصر والحمد لله رب العالم تضم خبرات ومحاضرين دكتور جمال وكابتن فقري صالح قامة كبيرة في العالم التدريبية وشرفنا في المحفل الدولي في هولندا في الدورة التدريبية وأتمنى هذه الدورات إن شاء الله وأطالب اتحاد الكرة في مصر وفي الدول العربية وخاصة دول مصر يكون فيه لجنة فنية فيها قامات تدريبية لحراس المرمى أهلا بكم من جديد طبعا دورة مهمة للمدير الفنية لحراس المرمى بقيادة طبعا كابتن كبير فكري صالح أحد قامات ورموزها تدريب في حراس المرمى وعدد من طبعا الخبراء العرب وأكيد فيها استفادة لمدير الفنية المصريين وتدريب حراس المرمى زي ما قلنا يعني اتطور بشكل كبير كابتن فترة اللي فاتت وزي ما حراك قلت نتمنى التوفيق لكابتن طريق سليمان والتوفيق لحراس المرمى في نهاية ألف ورحة جاي حاجة مهمة طبعا الدورات دي لحراس المرمى حراس المرمى دلوقتي بقى زي ما قول يعني نص الفريق وممكن دلوقتي أكتر يعني وبقى طبعا الحراس المرمى يعني كان زمان ما فيش انتقالات أو الحراس المرمى لدلوقتي فيه انتقالات الحراس المرمى على مستوى عالي وأسعار بقت عالية جدا جدا طبعا ممكن حارس مرمى داي ممكن يبقى هو مفتاح لبطولة كاملة لفريق فطبعا دي دورة كويسة طبعا وكابتن فكر صالح من مدربين طبعا شيخ من مدربين ويعني حاجة مشرفة بصراحة لمصر يعني وجوده وربنا وفقه دايما ان شاء الله يبكي من فريل اعداد ان الدكتور خالد محمود بيقول ان الوليد ازاره هيكون جاهز لمبارات المعاولين واعتقد ان دي هتكون حاجة وليد طبعا بيعمل فارق يعني في هجوم النادي الاهلي وشفنا حتى المبراء واني قلت يلمان الاخرب برضو للجهازية اللي تواجدت كويس لتنين مهمين جدا وزي بقولك يا هاب المبراء اللي جاية دي مهمة جدا بالنسبة للنادي الاهلي تلاتة بنت ومكسب يعني نتائجها مهمة جدا جدا يعني كنا قبل الفاصل والتقرير كابتن سرح فيز بيصرح كابتن عادل مصطفى يكون موجود في التدريبات من الغد وكابتن عادل من المبشرين في التدريب واعتقد ان هو ماشي بشكل كويس الفترة الفترة وكان موجود في قطاع الناشئين وبالتوفيق لي مع الفريل دم جديد ابن من ابناء النادي الاهلي عنده رؤية يعني كويسة عادل انا بشوفه طبعا عارفه على المستوى الشخصي لو اراء دايما بتبقى يعني انا ببقى مبسوط منها ما بسمعه اكيد هيبقى لو اضافه ده برضو تغيير دم في الجهاز واعتقد ان ان شاء الله يبقى يبقى له دور خلال الفترة اللي جاي يعني قرار برضو من القرارات الصائبة مباراة المقولين شايفها ازاي مباراة همه جدا مباراة طبعا صعبة صعبة مقولين بيمر باحسن حالته خلال بطولة الدوري بعد طبعا تغيير الاجهزة الفنية وجود عماد سليمان وهو برضو لعب يعني ارتدى الفنلة الحامرة طبعا على مستوى عالي وعام النتائج قبل كده في الفرق اللي مسكها خلال الدوري السنين اللي فاتت عام النتائج كويسة خلال تلات مباراة اللي هو مسك فيها متولى المسئولية مباراة قوية زي بقولك اي نادي هيجي لعب نادي الاهلي دلوقتي عايز تغلي الظروف وعايز يكسب ويعمل مجد لان الاندية اللي ما بتلعبش بعيدا عن الظروف اي فرقة بتلاعب النادي الاهلي عايز تظهر بشكل كويس بتقدي بشكل اي لعبت اتكلمولك انا اليوم الاهلي ده عايز اظهر في طوب فور بص هاب مباراة النادي الاهلي دي بتبقى بالنسبة لاندية كتيرة بتبقى مفتاح لحاجات كتير مجد النظر هو بينافس على البطولة او بينافس بس هي بطولة في حد ذاتها ان هو يكسب النادي الاهلي ده في المقام الاول غير كده كمان اللعيبة بتسوق نفسها قدام لان يعني مش عايزين يضحك على نفسنا معظم اللعيبة في الدور المصري اي واحد فيهم يتمنى اللعب للنادي الاهلي فبيبقى عايز يدي اكتر حاجة عنده اقصى حاجة عنده عشان يظهر بمظهر كويس قدام النادي الاهلي لان عارف ان التركيز والناس كلها تبقى متابعة المباراة دي وقدام خصم كبير زي النادي الاهلي ونادي القرن فلازم يظهر بمستوى عالي بتديره على فكرة دفعة في المباراة اللي بعدها فالمباراة طبعا صعبة طبعا امال نحاس دارس فرقة النادي الاهلي وعارف في اللعيبة النادي الاهلي وعارف 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 فطبعا هيلعب على نقاط الضعف في النادي الاهلي خلال الفترة اللي فاتت في المقابل زي أنا بقول لك لازم النادي الأهلي يبقى عامل استعداده الكافي لمباراة المقاولين مباراة المقاولين دي وطبيعيا في الوقت الجاي كابتن الأفضل والأقرب في الشكل المقاطة وكابتن محمد يوسف اللي عارف كل كبيرة وصغرة في الفريق طبعا وبالتالي اللي هيجي لسه مش هشوفه هيجرب بالظبط يعني دي في المطبخ بالبلد كده فشايف وفاهم وحافظ المرحلة دي بتاعته لحين وجود مدير فاني ساشن يوسف مسك فرقة النادي الأهلي قبل كده سنين طويلة جايب بطولة أفليك لعب قدام المقاولين برضو مبارات كتيرة هتبقى موجودة لأن أعتقد أنه هو خلال الفترة اللي فاتت ممكن يكون عنده برضو رؤية معينة بس طبعا بيبقى القرار الأول والأخير للمدير الفني أعتقد إن شاء الله بإذن الله بصمات يوسف حدبان في المباراة الجاية وأعتقد أنها مش مباراة صعبة يعني برضو عشان الراجل هو داخل على مباراة صعبة أقولين زي ما قلنا في أفضل حالاته هي صعوبتها في الحالة النفسية يعمل ليه كابتن محمد يوسف في التوقيت ده كابتن سيد الحفيز معاه جهاز معاون يعملوا إيه في هذا التوقيت بص هو كابتن سيد وكابتن يوسف لازم يشاركوا كمان اللعيبة الكبار في تجهيز الفرقة وتحفيز الفرقة وتوضيح طبعا طبعا اللعيبة عارفة الوضع بتاع الناد الأهلي خلال الفترة اللي جاية أو في المباراة اللي جاية بس مزيد بقى من التعليمات ونوع بقى من الجدية شوية الجدية والصلابة في الملعب زي بقولك القوة والحماس والروح يعني بتزود ناحية الفنية كتير قوي وشوفنا مباراة كتير جدا فرقة بتكسبها مش بالناحية الفنية بتكسبها بالقوة والحماس والإصرار على المكسب لغاية أخب دي لأن المباراة بتاعة المقولين العرب هي مفتاح لفترة قادمة يعني صعوبة المباراة الوقت ده شايفه كابتن برضو في الصعوبة ضمن صعوبة المباراة الوقت ده شايفه إنه كافي بعد الخروج من بطلتين التأهيل النفسي التعامل مع اللعبين من هنا للتلات هل ده وقت كافي عشان كده أنا بقولك فنيا لا فنيا لا إنما نفسيا وده كافي فني لا يعني نفسي يجيب فني أنت ممكن يكون يوسف مثلا عايز يلعب بطريقة تانية خالص غير الطريقة اللي كان بلعب بها مستر كارتلون ما يقدرش يعملها ويبقى غلطان لو يعني نفسها دلوقتي في فترة دايقة هو زي بقولك الإصلاح دايما ما بيجيش مرة واحدة وخصوصا فيه تلاحق المباراة والفترة الأوليلة فالسلاح اللي هو القوي اللي يقدر تعدي بيه المرحلة لأنه هو مباراة المقولين مفتاح لمرحلة جاية مرحلة في استمرارك في الدوري إن شاء الله بإذن الله تكمل المؤجلات وتبقى بتنافس على الصدارة عشان ما تدخلكش في دوامة تانية إن شاء الله بإذن الله فعشان كده بقولك الناحية الحماسية والتأهيل النفسي والتجهيز للعيبة هو مفتاح المكسب للمباراة دي لو أنت بدأت تأهيل مع مسندة الناس مش لازم مسندة الناس والجماهير في الملعب بس يعني يا ريت برضي المسندة على السوشيال ميديا لأن كل اللعيبة وكل الناس دلوقتي بتخش على الفيسبوك وكده فلازم يعني برضو الجمهور يحسس لعيبة النادي الأهلي إن خلاص صفحة مش هنقول صفحتين هي صفحة أو فترة خلاص راحت بنبدأ فترة جديدة للأهلي صاحب الانتصارات والبطولات لو أنت بدأت تأهيل نفسي النهاردة للعيبة تقولهم إيه وتعمل معهم إزاي هو كلمة واحدة بس النادي الأهلي فيه بطولتين راحوا في فترة زمنية وليلة كتير من اللعيبة بتاعة النادي الأهلي دلوقتي ما شافتش البطولات بتاعة النادي الأهلي ما حستش بتعم البطولة سواء الإفريقية أو الدوري أو معظم اللعيبة لسه فيه لعيبة جديدة جديدة فلازم يعملوا أول حاجة بالنسبة له مجد لنفسهم يعني لازم يعملوا حاجة لنفسهم هم الأول يعني كل لعيب من لعيبة النادي الأهلي اللي هتنزل الملعب لازم يفكر في نفسه أنه هو يعمل نجاح لنفسه بطولة لأنه ما ينفعش يتقال على المجموعة بتاعة النادي الأهلي دي دي لا دي مش بتاعة بطولات أو الجيل ده مش كويس أو اللعيبة دي زي ما بيتقال مش على مستوى النادي الأهلي ما حصل كويس مش هتكمل بالضبط كده واضحة يعني وهي معروفة من دلوقتي فأنت لازم تثبت لنفسك أولاً أن أنت جدير بلبس الفنيلة الحمراء حاجة أن أنت تعمل بطولة وتثبت للناس دي كلها لا الإخفاق ده ما كانش مني الإخفاق ده كان نتيجة لحاجات تانية مش هنتكلم عليها إنما أنا دلوقتي لازم أثبت لنفسي أن أنا كويس أعمل حاجة لنفسي بطولة أقدر تبقى موجودة في تاريخي استمراري في النادي الأهلي متوقف على النجاحات خلال الفترة اللي جاية دي ده أساساً لازم يكون نابع من الجوة اللعيبة طبعاً كابتن سايد وكابتن يوسف هيدوسوا على الحتة النفسية دي أكيد إن النادي الأهلي كابتن سايد جاي بياخد عقوبات واضحة وصريحة ومعلنة وخلي بالك أهاب أنا يعني من تجاربي مع النادي الأهلي وخبراتي على مدار السيني مع النادي الأهلي النادي الأهلي قراراته بتبقى صعبة بممكن يعدي مرة واثنين التالتة لا مش هينفع هياخد ساعتها قرارات وقرارات حاسمة وقراراتها للعيبة هو ابتدى بالجهاز الفني عشان ما ينفعش يبقى فيه قرارات تانية بالنسبة للعيبة دلوقتي الوقتي دايق والدنيا لا بس لازم اللعيبة من جواها وكل واحد عارف نفسه احنا كنا بننزل الملعب أو بنتفرغ على نفسنا بعد المباراة بنعرف زي كنت كويس ولا وحش الإخفاء جاي من ايه ملاش دعوة أصلاها بإجهاد فيه لعيبة ما كانتش مجهدة قوي ومش قادرة قادرة يعني العيب يبقى قادر وبيقيم نفسه طبعا مليون في المية عارف كويس وأول طريقة للنجاح أنك تقيم نفسك انت كويس قبل ما حد قيمك إن أنا النهاردة كنت كويس ولا لا كان ممكن المطش اللي فات أبقى أحسن وموت نفسي ولا لا كل الكلام ده لازم يتقال هو شهر مليان مباريات سواء محلية أو بطولة أفريقيا اللي احنا داخلين فيها فشهر هام جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي والأهم منه بالنسبة للعيبة اللي موجودة جوه النادي الأهلي دلوقتي يتبقوا رجالة وتبقوا على قد المسئولية وتكمل في النادي الأهلي اللي هو ما اعتقدش أي نادي تاني حيديك لا شهرة ولا فلوس ولا والأهم من ده كله حب الناس وجمارية ونجومية اللعيب نفسه الأهم من القرار بتاعك انتك لعيب بإمكانياتك الفنية بالضبط كده أعمل إيه الفترة اللي جاية إزاي أثبت للناس دي كلها أن أنا جدير إزاي اللي ملعبش يا هاب ينزل يلعب اللي احنا بقوله ده وبقوله على شاشة قناة الأهلي بقوله بوضوحه ده من الناس كلها ولي بتقال في منابر إعلامية أخرى سواء مع أو ضد وإذا كان نقض بالناء أو غير بالناء في أي مكان تاني هل ده ما بيموسلش ضغط على لاعب النادي الأهلي نفسه يعني هل انت فيه لاعب ما بتكون شدته القوة دي وغايد الوقت تقوله هريني نفسك فهل هذا لا يمثل ضغط أيضا؟ هقولك المفروض شخصية لعيبة النادي الأهلي ما يمثلش ضغط عليه كويس ليه؟ لأن احنا كنا مثلا زمان يهاب بس أنا لازم أجيبه أخذه في الحضانة بتاعتي حضانة النادي الأهلي أصانة بقوله الكلام ده برضو بطريقة معاناة مش هتديله أوامر فيها أنا بس يعني بتديله الشكل العام اللي هو من جواه لازم هو يفكر لأن انت لو عاد تكلمك ثلاثة يام وانت من جوا حاس انك كويس وان انت لأ والناس هلها غلطانا وانا ما تخدش فرصة انا ما بتمرنش مش عارف ايه ما تدنيش ما صبرش عليها وفي بعض اللي عيبة بيتفكر كده وما حدش بيغلط نفسه ده نهايته انه هو حيطلع بره النادي الأهلي وحيمشي محدش النادي الأهلي مش هيبقى عليه لأن النادي الأهلي ما ينفعش انه يستحمل القصة اللي فات فيه انا عارف فيه ناس من جمهير النادي الأهلي ما نمتش من ساعة المباريات دي وتعبانة جدا نفسيا ومتدايقة جدا لأشقاء وحبها للنادي الأهلي فانت كلعيب انت النادي الأهلي بوفر لك كل حاجة بوفرها لك ماديا وبيجيب لك أجهزة على أعلى مستوى والجمهور ده بيقى شايلك فوق كتافه في الشوارع وفي أي حتة انت بتروحها مسندة جمهرية إعلام بسندك حاجات كتيرة جدا جدا يبقى تضرر والبقى عليك انت انت لازم انت اللي تبص لنفسك انت لازم تعمل انت لسه ما عملتش حاجة تربع لعيبة اللي موجودة في النادي دلوقتي لسه ما عملتش أهاب وهي دي النقطة اللي أنا بقول عليها لازم تحس انك لازم تعمل للنادي الأهلي زي من النادي الأهلي خلال فترة قليلة وانت لسه ما ديتوش عملك كتير وخلى اسمك على كل لسان ان انت نجم النادي الأهلي لازم انت بقى الفترة الجاية الفروقات بسيطة بين لعيبة مصر كلها بس الروح والجدعانة والإصرار على المكسب هو ده اللي بيعمل لو حنتكلم على مثلا ريد الزمالك مش مكسرة الدنيا انما عندهم حتة كويسة دلوقتي الإصرار على المكسب لآخر اللحظة أيان كان مش ماتكلمش على المطش اللي فات الإصرار اللي مكانش موجود في النادي الزمالك وعدم الإصرار اللي هما كانوا فيه قبل كده وصلهم ان هما ما فيش بطولات خالص لكده ولا موجودين على الصحة الإفريقية لكن المنافسة اختلفت النهاردة الدوري خالص ما عادش زي الدوري في سنين فاتت النهاردة المنافسة مع أكثر من فريق النهاردة شايف شكل المنافسة زي في ظل الضغوط على فرقة النادي الزمالك انت بص هاب الدوري السنة دي دوري عجيب ما فيش مفاجآت أي فرقة بتكسب أي فرقة النهاردة الإنتاج الحربي بيكسب ما عرفش مين تاني ماتش بقى مغلوم مثلا مجونة مش عارف ما يجب الفرق كلها دلوقتي وده حلاوة يعني المفاجآت بقى الطبيعية عشان كده تقول ما فيش مفاجآت بقى الطبيعية الزمان كان لما مش عارف مي يجب عادل مع الأهل يعني ده طبيعي المفاجآت دلوقتي عادي أي حد بيكسب أي حد اللي جاهز والجدي في الملعب واللي متجاهز صح بيكسب بتعرفش دلوقتي المنافسة أخبارها إيه يعني أنت فاهم إزاي كله كمان بيحاول دعم كان فيه زمان فرقتين بس اللي بتدعم والباقي مفيش وكان الفجوة كبيرة جدا بين القمة والقاعة دلوقتي بقى كله بيقرب دلوقتي ماتشين تلاتة بالنسبة لفرقة تلات نقاط بياخدوك من هنا بفرقة المقولين كانت في آخر الجدول تلات ماتشات طلعوها بقت مش عارف السابع ولا الكام فرقة الجونة كذلك الحرس الحدود الداخلية الفرقة دلوقتي كلها بلعب مع المصري مضغوط تسعة وتلاتين دقيقة بيروح يجيب جون بيخلص شوط الأول بجونين بيدغع شوط تاني بيجيب التالت نادي المصري بينافس في بداية الدوري في أول ماتشات بيتغلب تلاتة واربعا يعني قصة اتغيرت فأنت دلوقتي مفيش ماتش سهل ولا ماتش معرفش كان فيه نقط ومراح محطات في الدوري بالنسبة حنقابل الزمالك حنقابل الإسماعيلي حنقابل معرفش إيه دلوقتي لأ انت كل ماتش لازم تاخدك ماتش كاس في ظل الظروف اللي انت فيها دي ما ينفعش النادي الأهل يفقد نخاط لغاية ما تتساوى مع المنافس بتاعك في الوقت كده تمشي بقى واحدة بواحدة فمرحلة صعبة ان انت المنافس يكون سابقك وعندك مؤجلات عايز توصله غير ما تبقى واحدة بواحدة فانت لازم اللعيبة تكون حطة الإطار ده كله ما لكش دعب تحكيم ما لكش دعب حاجات جلا انه ممكن يبقى عليك ضغط نفسي خلال الفترة اللي جاية من أطراف كتير جدا لهم مصلحة انهم يضيقوك لهم مصلحة انا شايفك شايف حاجة كده عايز تقولها يعني شايف في عينيك حاجة كده بتحذر منها طبعا لازم جميع عناصر اللعبة انت تبقى داخل مبراب جدية ما لكش دعب ظلم تحكيمي بعد كده ما لكش دعب كذا ولا كذا ولا حد في وسائل اعلام بيهد فيك لا انت النادي الاهلي النادي الاهلي لازم تنظف التراب اللي حصل عليه خلال الفترة اللي فاتت دي وترجع تاني أسد المات خاصة اللي فيه اعتراف في الأخطاء مليون في المية الأخطاء اللي موجودة حتتعالج بس اللي أهم منها هي الروح وانا بقولك من النهاردة ان شاء الله ان ماتش المقولين ده ان شاء الله بإذن الله حيبقى ماتش فارق بالنسبة لنادي الاهلي النادي الاهلي ان شاء الله حينزل هيعمل مباراة قوية بعد التغيرات اللي حصلة دي ثلاثة ربع المباراة هتبقى جدعانة وحماس وروح وان شاء الله النادي الاهلي يكسبها لان انا بأكد عليها ماتش فارق بالنسبة للمرحلة اللي جاية هختم مع حضرك بماتش فارق للنسبة لمرحلة الجاية ورؤيتك ان الجانب النفسي مطلوب في الفترة جاية وان المرحلة اللي متبقية لمباراة المقاولين فنيا صعب جدا تشتغل عليها فبالتالي الجانب النفسي هيقرب لك بعض الأمور شكرك ولو حابت ولا اي حاجة يعني بالتوفيق طبعا للنادي الاهلي خلال المرحلة اللي جاية كلنا دعم ومساندة وثقة في قرارات كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته نلتزم شوية الصمت الناس اللي عاملة كبات كبار وعملة يعني فنين كبار يعني يبتدوا يهدوا بس الفترة اللي جاية النادي الاهلي لازم يقفل على نفسه يجهز لعبته صح حتى لو في تدعمات خلال الفترة الجاية دي تبقى في يناير لان عشان توصل وتبقى لسه بتنافس تعد المرحلة بالوضع اللي احنا فيه تدعمات دي سيبها لوقتها ان شاء الله اكيد النادي الاهلي ومسؤولين النادي الاهلي عارفين الموضوع ده وحطين الكلام ده قدامهم وحطين اكيد خطة زي بقولك ياهب للاصلاح ما بتبقاش مرة واحدة الاصلاح في الكورة بيجي مراحل معينة وتدريجيا وان شاء الله بإذن الله يا رب يعني نتمنى لنادي الاهلي المكسب ونتمنى طبعا اللي قبل كده عودة الكابتن الخطيب بالسلام ان شاء الله وربنا شفيها شكرا الكابتن شكرا كل الشكر للكابتن محمد حشيش نجمة النادي الاهلي السابق وتكلم كلام مهم جدا وتكلم بصراحة بعيدا عن اي كلام تكلم بصراحة اكثر على شاشة قناة النادي الاهلي نتكلم بوضوح وبصراحة لسا كلام بوضوح وبصراحة ممتد في الاهلي الليلة وبعد الفاصل زميل محمد سعيد والكابتن جمال مساعدة اشتركوا في القناة